بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مداء ما بعد احنا مازلنا مع نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اشرق في قلوبنا من حديث سيدنا عبدالله بن عباس اللي تكلمنا عنه في الاسبوع الماضي لما قال سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فرحة سيدنا عبدالله بن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك او الحاجة احفظ الله تجد تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الام لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتباه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتباه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف الحديث ده احنا مرة الفاتت سميناه زي حديث ام السنة كده ما حديث سيدنا جبريل سموه ام السنة سمينا هذا الحديث حديث تثبيت الحقائق الحديث ده الخمس كلمات دولة جيين لنا بخمس حقائق حقيقة الاولى انت في امان الله حضرت نبي بقول له ايه يا غلام ماذا احفظ الله يحفظك انت في امان الله يا غلام استعن بالله تجد تجاهك يبقى الحقيقة التانية الله اقرب اليك من طلبك ان تكون قريبا منه ويأخذك الى الامام ويالا حاصل اهو بيقول له حضرت النبي تجد تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله استمر وسير في الطريق لما تستمر وتسير في الطريق تجد جليات الانوار والمدد وتذوق حلاوة السير الى الله واعلم ان الامة لو اتتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتباه الله لك لا خوف على الرزق ولو ارادوا ان يدروك بشيء لن يدروك بشيء الا بشيء قد كتباه الله عليك لا حزن على ما فات خلاص جفت الاقلام جفت الصحف ورفعت الاقلام انتهت القصة يبقى ايه اللي حاصل يبقى الحقائق دي حقائق ايه فائدة ان يقول لك اني جفت الصحف ورفعت الاقلام عشان تفهم ايه انتهت هذه حقيقة وهذه الحقيقة لابد ان نعيش بها وساعتها تعلم احنا ليه باية الخمس حقيق ديه هي اللي بيعيش بها الناس شوف كل الرضا هتلاقي جاي من الحاجات الخمسة دول شوف كل شغف وكل استمرار في الحياة جاي من الخمسة دول شوف كل توكل هتلاقي من الخمسة دول شوف راحة البال جاي من الخمسة دول شوف الهنى والسعادة جاي من الخمسة دول شوف حب الحياة والتفاؤل جاي من الخمسة دول وعشان الخمس حقائق دول هم خمس حقائق فعالة في حياتنا احنا كنا لازم نعمل تطبيق عليهم ولازم نعيش بيهم وعشان كده النهاردة هيكون معنا اتنين من الضيوف نطبق مع بعض أنوار هذا الحديث وحقائق هذا الحديث في حياتنا تعالوا نخرج لفاصل ونستقبل ضيوفنا عشان نعيش مع بعض أنوار حضرة النبي فتغمر قلوبنا وتنور حياتنا ونبقى من أهل الصراط المستقيم ومن أنوار حبيب رب العالمين